نفس الأمر عكس المشاكل اللي كلمنا عنها في ادفاع بوركينة وقلنا ما عندهمش وعي تكتيكي في خط الضار وعندهم مشاكل في التمركزات كل ده بيعني عكس أو بيبقى شكله العكس في الهجوم بيبقوا منظمين في طلعب الكورة زي ما اتكلم خليفة من شوية استغلال المساحات فرقة بتوصل لجوم بقال عدد بساط ما بيستغلوش وقت كتير في التحضير للهجمة دايما بيدور على المشاكل اللي موجودة في الخصم وبيلعب عليها وإحنا ما شاء الله المشاكل بتاعتنا بتواجه نفس المواجهات الموجومية اللي عندهم المشاكل دايما اللي بتظهر في منتخب مصر المساحات اللي موجودة ما بين الباك والمساك الكورات العرضية اللي بتتلعب من الكورات المتحركة أو الكورات السابطة وشوفناها في مطش كرواتيا وشوفنا المشاكل اللي ظهرت في وجود السنائية بتاعة محمد عبد الماني عمورام ربيعة ونتمنى أنها ما تتكررش في مبارات النهاردة طبعا قولة لعبها مختلفة وكل حاجة لكن نتمنى ليكون فيه وعي في عملية التمركز لخط ظهر منتخب مصر دي ممكن أبرز الحاجات اللي بيشتغل عليها منتخب بوركينة لو جبنا الحالات بتاعتنا وتفرجنا ممكن ده الهدف أو دي الواحدة من الهجمات الخطيرة لمنتخب بوركينة في مبارات غينية لو جبنا اللعبة من أولها دي اللعبة في النهايتها نفس النقطة اللي كان بيكلم عنها خليفة عملية قطع الأجنحة اللي بيخشوا دايما في عمق الملعب وما بيخدوشوا كرة على الطرف دايما بيستلموا فقرة بنقطة للمرمى وبيستغلوا الموضوع ده دي برضو أحد الكرات العرضية اللي سجلوا من الهدف الصور بتمشي بسرعة واحدة برضو مميزاتهم الكرات السابتة بيستغلالهم الكرات السابتة بيبقى أمر جيد ويمكن دي واحدة من المشاكل بيعاني منها منتخب مصر مؤخرا وشوفناها قدام منتخب كرواتيا استغلالهم الكرات السابتة بالتنوع في عملية التنفيذ بيقوموا بها بشكل جيد سواء إن الكرة بتتلعب كرة عالية وتتلعب بالهد إما بيتعمل بتاكتك زي ما تلعبت البلاتوتوري خارج المنطقة اللي وقف فيها الدفاع وبيبدأ أن ياخد المساحة ويصاوب الكرة برجله في الزاوية الدايقة فعندهم أفكار كتير في تنفيذ الكرات السابتة ممكن يشكلوا مشاكل على منتخب مصر لكن مش دي المشاكل اللي تقلق لعيبة بالكوالة اللي موجودة في منتخب مصر لو في تركيز من اللعيبة تشكيل منتخب مصر شناوي محمد هاني رمي ربيعة محمد عبد المنعم عمر كمال مروان وإمام وزيزو المين وتريزي جيش مال وصلاح تحت مصطفى بخام نفس التشكيل أصلا نفس التشكيل كنا بنتكلم برا الهوا في الجزئية دي وكنا بنتكلم في نقطة إنه هيبدأ بالتشكيل الهجومي وبعد كده يرجع يعدل لو حسب النتيجة أو سير اللقاء لكن اخترنا إن وجود زيزو ووجود إمامه وتحتهم مروان يدي دفع على المنتخب في وجود الجماهير وجود ترعب على ملعبك وبتضغط من أول دقيقة وجود صلاح وأهميته وإنتعرف صلاح في وجوده بياخد من عين الدفاع بتاع المنافس بياخد من تفكير المدرب المنافس فيمكن بإذن الله التشكيل ده يسهل لمنتخب مصر إنه حائل فوز في بداية المباراوي سهل إداني بإذن الله